أليس المحتوى هو العنصر الفاعل بل أكثر تأثيرا من مهارات الحوار الصحيح لكن مهارات الحوار مهمة جدا لأدب الحوار وتحدثنا عنه المحتوى يشمل كافة مكوناته العلم الفهم العقل وغيره ونؤكد أيضا في هذه الجزئية على الملكة اللياقة العقلية بكافة معانيها ولذلك يقال أن الذكاء والحكمة كالنهر كلما ازداد عمقا خفت بوضاؤه لكنه أكثر غنا بالمحتوى ألقي نظرة على محتويات كثير من المساجرات الحوارية في مواقع التواصل الاجتماعي مثلا ستجد ما لا يخطر على بالك من النماذج التي ذكرنا قبل قليل ولذلك من أعظم النعم العقل السليم بحكمته وسعة أفقه ورحابة الصدر وحسن تدبير الأمور ومهارات التواصل أنا حظ في الدول المتحذرة بعقولها المرنة والمتزنة خاصة بعد الحرب العالمية الثانية بعد استعادة الوعي في كثير من الأمور تحولت هذه الدول من فكرة السيطرة على أراضي الدول إلى السيطرة على ماذا؟ على العقول الأموال ذهبت إلى محتوى تطلبه لكن بأساليب متميزة جدا بعقلية ناضجة ومرنة وواسعة الأفق تنظر إلى البعيد أيضا خدمت بمثل هذه التدابير المتميزة بالفن والإعلام وراهنت على ذلك وبالترويج للثقافة وبمهارات الدبلوماسية وتطويرها في كل مساراتها جاءت التقنيات المذهلة أيضا وتم توظيفها لقلمة الأهداف وجاءت الأفكار الاقتصادية التي تجاوزت النظريات الكلاسيكية وتجاوزت أيضا النظريات التي تطرفت في المثالية وهذه الأخيرة سقطت في قدر محتوم وإن كان طبعا ذلك بعد حين لكنها لاقت بصيرها المحتوم لأنها كانت ضد الطبيعة ضد الحياة ضد المنطق ما كان هناك منطق سليل ونتكلم عن اللياقة العقلية حسن التصرف جاءت بها الحقيقة هلاوس عقلية تم التصفيق لها في وقت مضى ثم انتهت العقلية عليها مدار كبير في كل شيء